شبير برضو خبراته خلينا نقول يعني هو طبعا قسر الدنيا الله أكبر عليه وماشي بشكل كويس هل الحماسه ورغبته والولنج الكبير بتاعه أن يلعب ممكن يعود أي خبرات محتاجة هو لسه في فترة دي؟ وخلي بالك هو برضو يعني لعب في ظروف صعبة صعب نهايه ولعب كذا ولعب يعني ولعب هليه وزمالك وكذا تحط في ظروف صعبة دي أصعب ظروف ممكن ناشئ قابلها فهو الحتة دي خلاص المفروض أنه هو عدة منها كذلك هو برضو خلي بالك كان بيتمرن وموجود مع حرس إفريقيا الأول شناوي فهو اكتسب خبرات حتى بالمشاهدة الله ينور عليك كبت وبالكلام وبالقصة والكلام ده طبعا هو كمان على مستوى الشخصية كشخصية شخصية متزنة يعني ما بيخافش من المباريات صاحب شخصية عنده شخصية يعني خلي بالك فيه جوان كتير قوي وأسماء كبيرة ممكن جدا في المباريات كبيرة ممكن يتهز شوية بزبط أو يبقى الآن شوية أنا بتكلم وأنا عارف أسماء كبيرة بتحصلها الجزئية دي مصطفى المميز فيه أنه كان بيغيب فترات طويلة واللي ييجي يبدأ مباراة ومباراة صعبة مباراة نهائية برأرض بيكون عنده سباة انفعالي كويس وبالتالي بيتأثر إجابيا على العديد ده غير بقى كمان الضغط اللي عليه من أول ملايب كرة غاد دلوقتي بتاع والده ده ضغط ده ماشي معاه على طول فده في حد ذاته ده حمل كبير عليه يعني هو ده حمل كبير عليه يعني غير اللعيبة العادية هو عنده حمل إضافي هو عدد طبعا دي وبعدين حرس المرمى بيختلف عن اللعيبة هاني وانت عارف طبعا إذا ما كانتش فعلا شخصية وعنده سباة انفعالي هو ده أساس حرس المرمى لأنه بيشيل حمل الفرقة كلها لأنه آخر خط في الدفاع بعدين مفيش تاني فده في حد ذاتها يعني يعني بتحط ضغط فمزا ما كانش واحد على قد المسئولية وعنده سباة انفعالي وعنده شخصية وشخصية قيادية والحقيقة دي في مصطفى من زمان يعني طبعا مع عشرين ومن هو صغير وفي الأجبال هو عنده الحتة دي قائد في التمرين وفي قط اللبس وهو عنده الحتة دي كويسة دي اللي مزودة إذا بقولك خلته يعدي أو يمر من التحديات اللي هو كان موجود فيها صغير صغير صغير